لما فهم كيف تفكر بي هكذا نحن مجرد أصدقاء قالتها غاضبة لما اعترف لها بحبه هذا الموقف على الأغلب سمعته في إحدى المسلسلات أو فيلم أو ربما في الحقيقة عندما يعترف أحدهم لصديقته بحبه وهي تتفاجأ أنه كيف تفكر بي هكذا المفروض أن الصداقة بين الرجل والمرأة أن تكون مثل الإخوة كذلك السؤال الذي قراته على حلقة أخلاق الغرب يقول أحدهم هل حرام أن أحب صديقتي كأن تسأل هل حرام أن أعطش فلعطش شعور فطري وهو أمر حلال ولكن هل أشرب الخمر هذا حرام فمجرد شعورك بالحب لا يعني أن تطلق العلال لنفسك لحب كان من يكون ولكن كيف أصبع صديقتك في المقام الأول لذلك هل يمكن أن يكون هناك صداقة بين الرجل والمرأة دعنا ننظر لهذا الأمر من زاوية مختلفة اللقاء بين الرجل والمرأة في حد ذاته ليس محرما بل هو جائز ومطلوب إذا كان الهدف منه شيء نبيل كعلم نافع أو عمل صالح أو مشاركة في مشروع خيري إلى آخره فلولا التعاون بين الجنسين في التخطيط والتنفيذ والتوجيه أساسا لما تواصلت البشرية إلا ما وصلت إليه الآن ولكن ركز اللقاء وليس الصداقة الصداقة كان تخرج معها إلى إحدى المقاهي وتدردش معا وتشكو لها عن همومك وهي كذلك من باب أنها زميلتك في العمل أو زميلتك في الجامعة وهي تشكو لك عن مشاكلها وتتبادلان الغيبة والنميمة وتضحكان إلى آخره كما تقول بكل بساطة هي زميلتي فقط مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة هو أساسا مفهوم غربي نحن أخذناه دون فهم لضوابطه وهو من أخلاق الغرب فمن الجمل المشورة لديهم أن الحب يبدأ بعد الصداقة يعني يكون في الأول صديق ثم يصبح حبيب ومن الجمل أيضا مثلا عش حياتك قبل أن تدخل قفص الزوجية شبهوا الزواج بالقفص ويصورون لك في الأفلام حياة الشاب قبل الزواج هناك أنه شخص ذو عضلات يركب سيارة فارهة لصاحب العديد من الفتيات على الشاطئ وفي البارات لديه الكثير من الصديقات ويصورون حياة الشخص بعد الزواج أنه يركب سيارة عائلية رديئة يلبس بدل بسيطة حياته مملة من مثل هذه الأفكار خرج لنا مفهوم الصداقة بين الرجل والمرأة شيرل إغلاس هذه مؤلفة كتاب لسنا مجرد أصدقاء تقول أن الصداقة بين الجنسين تفضي في أغلب الأحوال إلى تقاربهما بشكل حميمي ووجدت أن 82% من أصل 210 مشترك تورطوا في الخيانة مع صديق أو صديقة بسبب التقارب بينهما بدافع الصداقة و88% من حالات الصداقة بين الجنسين وصلت في مرحلة ما إلى حدوث علاقة جنسية بينهم مرة واحدة على أقل تقدير بينما 90% من الذين فقدوا الثقة في مصطلح الصداقة بين الرجل والمرأة اقتنعوا بذلك بعد خيانة أزواجهم مع أصدقائهم المقربين مستنقع لا ما بتعرف مين أبو مين أساسا جملة هذه الفتاة مثل الأختي خاطئة تماما لأنها لن تكون كذلك حتى وإن حاولت جاهدا ولو تماعنت في حياة الصحابة رضوان الله عليهم تجد أنه لم يكن ينادي الصحابة صحبيات بيا أخت أسماء يا أخت رقية بل كنا ينادون بأسمائهن وقرأ في كتب السيرة لتعرف أكثر هذا المفهوم لم يكن متواجد لديهم أساسا فالأخت أخت والأجنبية أجنبية لكن يجوز أن تنادي أحدهم الآن بيا أخت فلانة تذكيرا لك أنها أختك في الإسلام ولكن ليس في الحقيقة ركز ويكون من باب عدم رفع الكلف بينكم في الحديث من باب الحدود قد تقول إحدهن الآن أنا لدي الكثير من أصدقاء من الشباب ولا يفكرون بي بطريقة بذية أو جنسية كما تدعي بل يفكرون لا بلا يفعلون في دراسة عدها شابان مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها أكثر من أربع آلاف مشترك من جميع الفئات العمرية جاء فيها أن أكثر من ستين في المائة من الرجال قالوا استحالت قيام علاقة صداقة خالية من المشاعر والعواطف بين الجنسين وصرح 59% من الشباب أنهم انجذبوا عاطفيا إلى صديقاتهم وجاء أن 41% من الفتيات يتفقن مع هذا الرأي احنا أيضا نعملنا دراسة بسيطة على اليوتيوب سألنا فيها في استطلاع رأي هل تعتقد أن هناك علاقة صداقة بين الرجل والمرأة دون تجاذب عاطفي بينهم وكانت النتائج كما تشاهد لذلك عندما تجد رجل وامرأة يجلسان في إحدى المقاهي يتناولان القهوة ويتبادلان أطراف الحديث وكل شخص يحكي قصة حياتي كما يقال صدقيني لو رنظرت في كينون ذلك الشخص لو وجدته يفكر بك بطريقة جنسية ولو أظهر لك عكس ذلك وهذا ليس كلامي بل هو رأي الغرب أنفسهم حتى مقابلت أفرح أصول الديد heart لا أحتوالي مقابلت أفرح أمسها There'll be a crack in the door, a chink in the armor And trust and believe that guy that you think is just your buddy He will slide in that crack the moment he gets the opportunity Because we're guys 99.9% of us think that way And you tell this to a woman and it just blows her back No, I have male friends الغريزة الجنسية عند الذكور أعلى بعشر مرات عند الإناث وبالتالي أن تجد الشخص الذي تسميه صديقك بين قوسين ينظر لك بشاهوة هذا أمر في فطرته إذا سمح له الوصول إليك فلا تستغربي لأنك أنت من سمحت له بذلك وهو من سمح لنفسه بالجلوس معك بداع الصداقة بعض الذكور مع الأسف تجده لا يفضل الجلوس مع شاب أمثاله بل يفضل الجلوس مع صديقاته معاليا ذلك بأنهن أفضل في الاستماع لمشاكله أو أن ترى بعض الطلاب الجميعيين لا يقومون بالدراسة إلا من خلال مجموعة الدراسية يكون فيها تبادل الموجهات أكثر من تبادل المواد الدراسية بينهم بداع الصداقة والزمال في الجامعة مثلا أيها الأحبة أي كلمة جميلة هي نقطة ضعف الفتاة لا يوجد فتاة في العالم لا تتأثر بالكلمة الجميلة الله سبحانه وتعالى يقول فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ركز القول يعني عندما تسمع كلمة جميلة تعمل عاطفة عندها وأنت عندما تخضع هي في القول تعمل عاطفة عندك يعني لم تسأل نفسك أو نفسك لماذا في الوظائف بيع الخدمات عبر الهاتف يكون أغلبهن من الفتيات حتى يبعن أكبر قدر ممكن للعملاء فوجدوا أن تأثير صوت المرأة في الإقناع أعلى من تأثير صوت الرجل ولو كانت طريقة الإقناع نفسها لذلك المنطق أن نفهم الضوابط في التعامل مع بعضنا وعليه لا خوف علينا من تلك الضوابط غض البصر الاحتشام في اللبس عدم التمايع في الكلام أن يكون صوت ناعم مصطنع عدم التمايع في المشي عدم وضع الرواحي العطرية عدم الخلو بين الطرفين فأسألك سؤال واحد ألخص به الحلقة أنت كشاب لو رأيت شخص غريب يجلس مع أختك في مقهى عام هل ستظن بذلك الشاب خير أم أنك تعرف ما يفكر به لأنك شاب مثله هل ستقبل ذلك الموقف في النهاية يا شارك نبراي في مكان تعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تسأل إعجاب به ودمتم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر